السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله. ازايكم يا جماعة عاملين ايه ربكم بخير وبصحة انا وسعادة كده. فيديو النهاردة يا جماعة بازن الله عبارة عن دعاء معجزة. هذا الدعاء بفضل الله اذا ردته في الصباح قبل الزهر سبع مرات بالطريقة اللماء والهالك. انتظر النجاح والتميز والرقي والرزق بكل انواعه. سواء الرزق المالي. سواء رزق الزواج للفتاة اللي يعاني في تعصف الزواج. سواء سداد الدين للشخص اللي بيعاني من الدين. سواء زوال الهم لو حد بيعاني من هموم بيعاني من طاقة سلبية بيعاني من بعض المشاكل باذن الله كل ده سيزال. وايضا من مميزات هذه الفائدة انها تنفع في قضاء الحوائش المتعسرة. فبالتالي ان كان لك حاجة عند الله تعالى وتريده ان تقضى خلال ايام باذن الله اعملوا الفيضة دي ايضا يا جماعة الفيضة دي قوية جدا في هذا الشأن. وايضا من مميزات هذه الفائدة انها تفيده في علاج السحر وعلاج المس وعلاج الحسد. لان هي بتديك طاقة روحانية عالية جدا فالطاقة الروحانية دي بتأثر على كل الطاقة السلبية اللي عندك فبالتالي لان انا قلت في كذا فينيو ان السحر والمس والحسد عبارة عن طاقات سلبية. كل ما بتدخل في المناء يادم بتأثر على كل حياته. فبالتالي بقى بيحصل مشاكل بيحصل امراض بيحصل كده. فبالتالي بقى مميزات الفائدة بتاعت النهاردة ان هي بتملأ جسمك بالطاقة الايجابية. بتملأ جسمك بالقوة الروحانية العالية. فبالتالي لو انت كنت بتعاني من السحر او المس او الحسد كل ده بيزال بعدها مباشرة. فبالتالي يا جماعة ابدأ لكم على طول في ذكر الفائدة والدعاء وتعملوها ازاي. بس قبل ما ابدأ في ذكر الفائدة يا ريت لو انت جديد معا في القناة تشرفني وتشارك في القناة. ولو انت معايا يا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعونا كده بالتوفيق وعشان ما نتقولش عليكم ونبدأ على طول يا جماعة في ذكر الفائدة. في البداية جماعة انا عايز اقول لكم ان شرط الشرط الاساسي في عمل هزي الفائدة ان هي بتكون يوم الاسني قبل صلاة الظهر. يوم الاسني قبل صلاة الظهر. ده اليوم الاساسي والشرط الاساسي في عمل هزي الفائدة. يوم الاتنين قبل صلاة اللي هي جماعة قبل صلاة الظهر. يعني عندك من بعد صلاة الفجر لحد قبل الظهر في الصباح. طيب هنعملها ازاي عبدالله? انا كده عرفت اليوم الاساسي. هعملها ازاي? طبعا هيا الفايدة ده يا جماعة بتتعمل في يوم واحد. اللي عايز يداوم عليها كورد ليه? يعملها كل يوم اتنين. لان لو انت عايزت اتخذها كورد عشان تحصل على السمرات كاملية. يبا ازا الفايدة يا جماعة بتتعمل يوم الاتنين قبل صلاة الظهر. بنعمل الفايدة ازاي عبدالله? اول حاجة يا جماعة تيجو قبل صلاة الظهر يوم الاثنين. وهتعود متوجهين للقبلة. وهتقرأوا صورة الفاتحة ودي اول خطوة. هتقرأوا صورة الفاتحة سلاسة مرات بالعدد. دي اول خطوة في الفايدة. ان انت تقرأوا صورة الفاتحة سلاسة مرات بيا جماعة تلت مرات بالعدد. بعد ذلك يا جماعة هتقولوا يا قادر واحد وعشرين مرة بالعدد. يبا بعد ما تقولوا صورة الفاتحة تلت مرات هتقولوا يا قادر بنيت ان انتو بتنادوا على الله عز وجل واحد وعشرين مرة. بعد كده يا جماعة هتقول الدعاء المعجزة اللي هو موضوع الفيديو هتقول الدعاء ده يا جماعة سبع مرات بالعدد طب ايه عبدالله الدعاء اللي احنا نقوله سبع مرات الدعاء يا جماعة هو اللهم إني أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريق البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الزنوب إلا أنت فصلي على محمد وآل محمد وكشف ما بي من در إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هذا هو الدعاء اللي انت هتقوله يا جماعة سبع مرات بإذن الله كل السمرات اللي قلتها في الفيديو أكثر بإذن الله هتلاقوها حصلت لحياتكم بمجرد ما اتطبقوا الفايدة على طول في نفس اليوم يعني أنا عايز أقول لكم إن المميزات الفايدة دي انتوا هتلاقوا أثر الفايدة في نفس اليوم لأن الدعاء ده يا جماعة من أكثر الأدعية المجربة والقوية جدا زي ما قلت لكم في السمرات اللي قلتها في جلب المال والرسق وقضاء الحاجات وأيضا بتفيد في النجاح الدباسي والنجاح في أي أمر انت دخله فبكده كل الفايدة خلصت يا جماعة أسأل الله أن يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته